وينضم إلينا من عمان الأستاذ حمادة فرعن الكاتب والباحث والسياسي ونحن نتحدث إليك أستاذ حمادة في هذه الأثناء الزميل وائل الدحدوح الصحفي في قناة الجزيرة المراسل لقناة الجزيرة في غزة يفقد مرة أخرى فرد من أفراد عائلتي ربما المتبقي لأنه فقد قبل هذا زوجته وابنه وابنته والآن يفقد ابنه يعني فبالتالي ما الذي يمكن أن نقوله في هذه المرحلة ولماذا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مقصود الجسم الصحفي في غزة منذ بداية هذه المعارك نعم أشارككم أولا تقديم العزاء للزميل الصحفي ولكنني ككاتب صحفي ومتابع أشعر بالمباهى أن شخصية مثل وائل الدحدوح يتحمل كل هذه الوجع وهذه المعاناة بفقدان أسرته سابقاً أسرته سابقاً واليوم ابنه ولذلك هذا الثمن الذي ندفعه كصحفيين ككتاب كمثقفين قبل وقت قليل كنت مع وزير الثقافة الفلسطيني الذي وصل إلى عمان من قطاع غزة بعد 85 يوم محجوزاً في قطاع غزة فقد 110 من أقاربه وأصدقائه من الكتاب والصحفيين ومن عائلته ولذلك حينما ندقق بالهجمة بالحرب البشعة التي تقوم بها قوات المستعمرة الإسرائيلية هذا ليس صدفة ليس عبثاً بل هو سلوك همجي متعمد مقصود والهدف النهائي منه هو تصفية أكبر قدر ممكن من المدنيين الفلسطينيين وتدمير أكبر مساحة من المنشآت المدنية والممتلكات الفلسطينية لا يريدون الفريق الحاكم لدى المستعمرة الإسرائيلية وخصوصاً الفريق الأكثر تطرفاً مع نتنياهو بن غفير وسموتريتش علناً يتحدثون عن ترحيل وطرد وتشريد الفلسطينيين لذلك إذا كانت عام ٤٨ هي عام النكبة وجرت فيها مجازر مماثلة ولكن بدون إعلام بدون مراقبة بدون تدقيق بدون صور للمشهد ولكن اليوم تحت الأضواء وتحت الكاميرا وبالصورة علناً يرتكبون هذه المجازر وبشكل مقصود ولذلك في النهاية هذه المجازر وهذه المآسي التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني هي ثمن حريته واستقلاله ولا شك أن الإنجازات الاستراتيجية التي سيحققها الشعب الفلسطيني بفعل هذه المجازر هي مسألتين في غاية الأهمية أولاً مزيد من التعاطف والدعم والإسناد من قبل الشعوب وخصوصاً في أوروبا وأمريكا والانكفاء عن المستعمرة الإسرائيلية التقرير الذي تفضلتم وعرضته صحيح الذي تحدث عن تغييرات مواقف الأوروبية نعم التقرير الإخباري الذي ذكرته عن المواقف الأوروبية الفرنسية الإسبانية البلجيكية إلى آخر هذا يدلل هؤلاء كانوا من أصدقاء المستعمرة الإسرائيلية الداعمون للمستعمرة الإسرائيلية علينا أن نتذكر البيان الخماسي الذي صدر في أعقاب 7 أكتوبر في 8 أكتوبر البيان الأمريكي الإيطالي الفرنسي الألماني البريطاني هذا البيان الخماسي وجدده بـ 28 أكتوبر اليوم نجد أن المجموعة الأوروبية الآن تنكفئ ددريجياً عن دعم وإسناد المستعمرة الإسرائيلية وتتقدم تدريجياً باتجاه الفلسطينيين وأيضاً ليس لأنني أردني ولكن أقول أن الأردن لعب دور إيجابي بهذا الخصوص كما تعرفون زيارة الملك إلى أوروبا ولقاءه مع الرؤساء الأربعة وأيضاً زيارته الثانية إلى بروكسل لذلك هذا الجهد العربي وزيارات وزراء الخارجية العرب على أثر قمة الرياض لا شك أنه يعطي آثاره ولكن الأساس الذي يحرك المشهد السياسي في الولايات المتحدة وفي أوروبا هو الحقيقة هذه المجازر الدموية الهمجية المتطرفة التي تقوم بها قوات المستعمرة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ضد المدنيين ومؤسساتهم المدنية تحدثت حضرتك عن هذه المواقف حتى التي تحدثنا عنها قبل قليل في التقيلة لدعالته زميلة مجد وهو التبلور وتغير في المواقف الأوروبية إذا هذا التصعيد وهذا العدوان الهمجي على قطاع غزة هناك ضغط شعبي صحيح أن هناك ضغط شعبي في مجموعة من العواصم الأوروبية التي حتى في الولايات المتحدة الشركة رسمي لإسرائيل في هذه الحرب عموما ولكن حتى الآن لم نرى أحد ربما يفرد على إسرائيل وقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجميع يقول أن فقط الولايات المتحدة بيدها تلك الورقة للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب فلماذا حتى الآن الولايات المتحدة تساند إسرائيل وتقف متفرجة؟ نعم الولايات المتحدة هي التي شكلت الحاضنة والغطاء السياسي للمستعمرة الإسرائيلية في البيان الخماسي الأول وفي البيان الخماسي الثاني وأيضا بإحباط قرارات عن مجلس الأمن ولكن أقول أن هناك عاملين لوقف هذه الحرب العامل الأول يمكن أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تمارس هذا الدور وأعتقد أن الوزير الخارجي الأمريكي جاء إلى المنطقة من أجل كلمة واحدة هي التهدئة ولكن العامل الثاني المهم الذي يجب مراقب التهدئة أم الحديث عن اليوم التالي للحرب التهدئة هي جزء من هذا السيناريو ولكن دعيني أكمل عن العامل الثاني العامل الثاني الأكثر أهمية بوقف هذه الحرب الهمجية هو العامل الداخلي الإسرائيلي اليوم هناك تعارضات بدأت تبرز في داخل المجتمع الإسرائيلي أولها المظاهرات التي كانت ضد حكومة نيتنياهو على أثر التطاول على الجهاز القضائي ولكن الفشل حكومة نيتنياهو بالعنوين الثلاثة لهدف الحرب وهي إطلاق صراح الأسرة لم يتمكن من إطلاق أسير إسرائيلي واحد وثانيا قتل واعتقال قيادات المقاومة لم يتمكن أيضا من تحقيق إنجاز عملي وبالتالي ذهب إلى خارج فلسطين باختيال صالح العروري وثالثا لم يتمكن إلى الآن من طرد وتشريد الشعب الفلسطيني خارج قطع غزة ولذلك هذا العنوان رقم 2 الفشل العنوان الثالث هو الآن تعارض كبير بين المؤسسة السياسية الحزبية الاعتلافية في الحكومة وبين الأجهزة العسكرية والأمنية وقياداتها الأربعة قائد الجيش ومدير المخابرات الخارجية ومدير المخابرات الخارجية عن الموساد ومدير المخابرات الداخلية الشباك وأيضا الاستخبارات العسكرية أمان هناك فجوة كبيرة بدأت تتضح والتقارير التي تقول أن جلسة الحكومة المصغرة كان فيها صراخ ولذلك هذه التعارضات في داخل المجتمع الإسرائيلي سببها الرئيسي هو الفشل الفشل في هذه الحكومة في هذا الاعتلاف لذلك يجب أن نتذكر أن العوامل التي صنعت الانسحاب الإسرائيلي من لبنان كان أولا الضربات الموجعة للحركة الوطنية اللبنانية ضد قوات الاحتلال وثانيا التظاهرات الكبيرة التي وصلت إلى نصف مليون ضد حكومة يهود براك في سنة 2000 وبعد ذلك ولذلك يجب أن ندقق ومتابعة التطورات داخل المجتمع الإسرائيلي بهذا الخصوص ترجمة نانسي قنقر